معالي السيد دوفان مستشار الأمن القومي أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم أسعد بكم في هذا النقاء وفي هذا المركز مقدرا الدعوة الكريمة من بدن قيادة هذا المركز الثقافي والحضاري من أجل تعزيز تواصلنا الثقافي والحضاري حول العالم No worries His Excellency Mr. Duvall, Advisor of the Security Council His Excellencies, Emulencies, Ladies and Gentlemen I'm delighted to be here and appreciate the kind invitation from this cultural center to further promote our relationship culturally and on the civilizational level نحن مقدر التاريخ العريق للهند التاريخ الثقافي والحضاري ونؤمن بأهمية التواصل مع هذا التاريخ في عالمنا الإسلامي ونقدر أيضا على وجه الخصوص التنوع الإيجابي في جمهورية الهند هذا التنوع والذي عزز من مفهوم التعانش من خلال الوعي الذي تتمتح به الحكمة من لذن هذا التعانش نعطي الجمال الأحمر في هذا العالم تنوع منذ أن خلق الله عز وجل الخلق هذا التنوع هو حتمي وهو أيضا طبيعي ولا بد أن نستوعب هذا التنوع عندما نستوعبه استيعابا صحيحا عند إذن نسلك مسلكا صحيحا من خلال الوعي يختلف الناس في أديالي يختلفون في لغاتي يختلفون في ثقافاتهم يختلفون في أفكارهم يختلفون في مفاهيمهم التحليلية نحو الأفكار ولكن هذا الاختلاف هو الشأن الطبيعي طبيعة البشر وهذا التنوع بين البشر أثر الإنسانية عبر تاريخها ويجب أن يفهم هذا التنوع على أنه ثراء إنساني هنا الوعي هنا النقلة النوعية للبشرية نحو صالحها في ازدهارها وسلامها شكرا في اجتماعي of course diversity exists in many colors and forms we have diversity in languages and ethnicities in thinking and how we analyze our thinking diversity is a natural part of humanity and we should look at it as a source of enrichment if we start looking at diversity as a source of enrichment ثم سيكون هناك اضع في نفسنا ، وكما ذكرنا قبل قليل هي في التنوع نعم الوحدة في التنوع نعم كما قلنا مجرد كما قلنا نجعلها في الكتب ونجد أن ندرك ذلك على أرض الواقع وليس مجرب كلمات أو حضرات أو نظريات أو مفاهيم نجعلها في الكتب ولكن يجب أن تكون أمراً واقعاً فعلاً الوحدة في التنوع ونجد أن نكون هذا المنظم في تكس بكاتبات أو في تكس بكاتبات يجب أن نستطيع أن نستطيع أن نكون شيئاً على المنظم ونجد أن نتركه كم نظام المنظم ندينا في منظرتنا وهي منظمة دولية عدد من الأصدقاء وعدد من الحلفاء من جميع الأديان ومن جميع الثقافات حول العالم ونعتز بهذه الصداقة وهذا الحلف وهذا التعاون المشترك مع الجميع في نفسنا وهي مجتمع الإنسانية ومجتمعين لدينا مجتمعات ومجتمعات مختلفة ومجتمعات العالم ونجد أن نستطيع أن نستطيع أن نترك هذه المنظمة ولدي أيضاً على وجه الخصوص بصفتي أمين عاماً لهذه المنظمة أصدقاء متنوعون في جمهورية الهند من جميع التنوع لدينا أصدقاء قريبون جداً نتعاون معهم حتى أيضاً من إن شئنا قلنا من الجارية الإسلامية أو أيضاً من الجارية الهندوسية وهم متعاونون معنا بل وشركاؤنا في هذه المنظومة وهي منظومة رابطة العالم الإسلامي والتي تُعنا بتصحيح المفاهيم وأيضاً بتعزيز الوحدة الإنسانية من أجل وآمها الوطني ومن أجل سلامنا العالمي svically me as the secretary-general of this independent organisation and have friendship from diverse communities here in India them from the Islamic side and also from the Hindu community and they are not just friends but they are partners with we cooperate ونحن نتبادل الزيارة مع هذه المكونات المتنوعة ندينا أصدقاء من ذلك التنوع لديه في الهند أصدقاء فاعلون كبار حتى أيضا من المكون الهندوسي وهو يمثل الأغلبية نحن نعلم أن الأغلبية في جمهورية الهند هي الأغلبية الهندوسية ولذلك مع أن الدستور الهيدي هو الدستور علماني لأجل أن يجمع هذه المكونات تحت مظلة واحدة لكننا نؤمن بأن أيضا المكون الأغلب هو مكون من الهندوسية ندرك ذلك ونؤمن بذلك ونتواصل مع هذا المكون تواصل الأصلقة تواصل المتعاونين لدينا شخصيات أنا أيضا أعتز بصداقتهم مثل السيد ديجرو وأيضا السيد شيري شيري جيدر وغيرهم أيضا من أصدقائي الذين أتواصل معهم بصفة مستمرة ومن البشر وطاق شيري سيصايا محل نتعالى Silva الهندوسية واندع أن دعوية الهندوسية وعن نحن أن الدكورت حينيث ومن ثم الدكورة الهندوسية مختلفة للهندوسية ومن إنه دعوية لتقل لكل مستشفى هو سيكون أخرى الهندوسية من المشتركات كبيرة معهم من أجل سلامها لعالة من أجل أن تسود المحبة لهذا العالم من أجل أن نسرع الوعي في هذا العالم بأن الاختلاف والتنوع هو أمر طبيعي لا يجب أن يؤثر على محبتنا لبعض لا يجب أن يؤثر على سلامنا ولا على وآم مجتمعاتنا الوطنية حول العالم ونحن ندري أيضا أن المكووونا الإسلامي في جمهورية الحن مكون يعتز بوطنية يعتز بوطنها الهند ندرك ذلك وندرك أيضا أنه يعتز بدستورها الهندي ويعمل على تطبيق هذا الدستور بالتعاوم أيضا مع حكومته هنا الوعي الوعي الديني الوعي الديني يجب أن يكون أداة تعزيز للتعايش الوعي الديني الحقيقي يجب أن يكون أداة بالتسامن يجب أن يكون أداة للتواصل أداة للمحبة أداة للتعاون أداة لإطراء الإنسانية بالعلوم التي مؤطرة التي تؤطرها القيم التي نتشارك فيها ونعلم أن المسلم في المجتمع الإنسان هو أيضا مهم جدًا تحضيرها المصاربات من الدين سوكي دون امون اتبعهم انها دون استعجابه انها حدث في المورد امون انها دون مرحبا وهو الإجتماع الفيديو تنفيذ تفديم إجراءً الإجتماعي قرارب آتون اطلع اطلع ومتلع ومتلع لفور نعم نتواصل مع الجميع من أجل هذه الأهداف المشتركة نتواصل مع شركائنا في جمهورية الهند ونحن من القديم في عالمنا الإسلامي نسمع عن الحكمة الهندية ونعلم أنها صنعت وعملت الكثير من أجل الإنسانية نتواصل مع هذه الحكمة نتواصل مع حكماء الهند ونحن نعلم أن هذا التعايش الذي يتطلع إليه الجميع من خلال هذا التنوع هو هدف مشترك هو هدف مشترك لكافة التنوع ليس فقط في تنوعنا الذي يهمنا في مكوننا الذي نتحدث عنه الآن إنما يهمنا أيضا حول العالم التعايش العالمي يهم الجميع يهم محبي الخير نعم يأرص كل محبي الخير حول العالم على هذا التعايش وندرك بأن المكون الهندي بمختلف طيفه بمختلف طيفه بمختلف هوياته هذا التنوع قادر على أن يقدم للجميع نموذجا رائعا للتعايش التعايش لا شك أنه مطلب إنساني ولكننا نتحدث عن تعايش واقع نحن نقدر الخطوات التي تعمل من أجل هذا التعايش هذا التعايش الذي مع الأسف في عالمنا أصبح يتراجع بعض الشيء حول العالم ولكننا عندما نتحدث عن الحكمة الهندية نتحدث عن الدستور الهندي نتحدث عن مقونات عن دعائم مهمة جدا لصناعته وأدعدي من هذا التعايش ما دities عادي نعلم مع الحكومة التي تم عظمًا نمنع الكثير نعلم großen عددا جدا نحن المتابعت بالعادة شكرا لحديث كمcz sanding PEACEFULLY بابد وأنا أعرف تنسل إزده لكن اسده أنماcarbon عماiej فوالمائهم نعم explicar تشارط جيد ومح Villa المشارات includes المحاولات وعال الفيديو من المواطع والعادة للمشاهدة فقط لعبارة العقابية ويقضي كل مدينة وعمال الفيديو قدر بها ويقضي من المشاهدة بأن هناك حدث الدرام في الحقيقة ونحن نحتاج إلى التعليق من المشاهدة التي نشارك معاً معاً ونعمل أكثر على تحديدهم بأنه ينتمي إلى بلده كمواطن هملي ويفتخر أيضاً بالدستورة ويحمي هذا الدستور وأيضاً يفتخر في أخوته في المواطنة من جنيع الهويات الأخرى الهويات الأخرى ورأسيما التنوع الديني هو يعتز بزمانته الوطنية بأخوته الوطنية مع تنوع الديني هذا هو الوعي الحقيقي والذي يمثل الإسلام نعم التنوع كما قلت قبل قليل بأنه أمر حتمي من طبيعة هذه الحياة لكن هذا التنوع يعزز من دعمنا لوطننا يعزز من دعمنا لويامنا يعزز من سلام عالمنا نريد في هذا العالم ككل أن تكون هذه المفاهيم حاضرة لدى جميع الوطن هو للجميع والدستور للجميع وليس هناك شيء أكثر غياباً وأكثر طلباً في هذا العالم من حاجتنا جميعاً في هذا العالم ككل إلى المزيد وإلى تعزيز الوعي من أجل صالح الجميع في هذا العالم ككل أolphو وليناработنا besar أكثر من مرضاً نشاء تلك delivered قدمات نسائية قدمات قدمات فسقربت هذه القدمات قدمات ولينا bought ought että إنها تضافية والدة وترجمة الت LE misschien أكبر وليس كتابة التحتية التي تفعلها مع الآن للمع menusة أصبح إنها تدارة تركيزاك دائماني وضعات تساكرة أجتبった الأشخاص ثماتها في جديد نحن نحن نقف على ترجمة الترجمة ومع هذه الأشخاصية وعليمه في أن تدارة إذا كنت تدارة أسرار تنظر وفهادنا لن يجب أن يتحدث عن حتمية الصدام والصراع الحضاري عندما يتحدث عن حتمية الصدام الحضاري بهذه النظرية المتشايمة يجعل ذلك منصبا على الرأي على الصدام الديني والصدام الثقافي وهي نظرية متشايمة خاطئة تماما ولهذا تنبهت الأمم المتحدة إلى خطورة هذه النظرية على عالمنا وأنشأت منظمة تحالف الحضارات ولهذا قامت رابطة العالم الإسلامي قبل حوالي شهر في الأمم المتحدة وبدعم من قيادة الأمم المتحدة وبحضور قيادات الأمم المتحدة على إطلاق مبادرة مد الجسور بين الشر والغرب من أجل التفاهم ومن أجل السلام نعم تتحالف الحضارات وتتعارض الحضارات وكانت منظمة تحالف الحضارات في الأمم المتحدة شريكا لنا في هذه المبادرة وبحضور كامل بحضور جشوكا لديك طبعا وطبع 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 ايضا، وستثبت توجه في الناس عن المالة ومن سعيش جديد وهذا من البلدك وعمل لتugenبت اليوم والفتبال وعلى كلها هذه ال 중요한 فيجارة الفترية وكذلك العمول ميلاك مجلسهم المعارضة الربحة والريد يتم تقدم تعليم إلى هذا الارغة من البلدن الامتحاب هذه الإنشافة يسمى بـ البرجة بين الأمريكي والأمريكي نعم، 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 نعم وكان لنا لقاءات من البالح حتى اليوم رائعة جدا ترجمت وعكست ما قلته قبل قليل من الحكمة الهدية كانت لقاءات مع التنوع وكانت لقاءات رائعة جدا تجعلنا في تفاعل مستمر حول هذا التحارف الحضاري بمختلف هوياته وأيضا على تعزيز المفهوم الوطني وأنا أقول بأن هذه المكوناتها الدينية والمكونات الثقافية بمختلف هوياتها الدينية والثقافية هي من أكبر الدعائم لحماية الدستور ولا أقول هنا أيضا في الهند بل وأقول حول العالم لأن العالم اليوم أصبح يتأثر بعضه ببعض ولهذا فتعزيز هذا الوئام وتعزيز هذا السلام العالمي يهم كل الدولة نعم يهم كل دولة في عالمنا نعرص جدا على تعزيز هذا الأمر ولا شك أن تعزيزه يأتي من المراحل الأولى الأسرة لها دور التعليم له دور منصات التأثير الديني لها دور وهذه مهمة جدا لأن تحكي حقيقة الوحي نعم تحكي الوحي الديني الوحي الثقافي سنجح اليوم مواجهة في كمثال الناس موجودة في صفحة الامر ومجادة بالتفكرة من الزرحة بينهم نعم نعمل مجدد باستخدام الاجتماعي وكما أقول ذلك كمنات لأن هذه الفترة هي طريقة ومجدد المواجهة في ومجدد في البيان ولكن على الوال نعم. نعم. تعمل. نعم نعم بعمل تحاول كل مرحب جارة. لأننا نعلم الناس كونهو لكما يحدثون ومع مختلف ومع نفسه من الأول. ونعم نعم بذلك المدام لهذه الاجتماعات عن هذه القديمة من الأقل. وانغار ما يفعل شفير مختلفة كنا نعم بذلك. نعم ذلك الاستدار. نعم ذلك المتعرض. نعم ذلك الكامل. ولم نعم ذلك اللعبة كافرنات عن هذه التفادي في التصوير المقابلة. ولهذا أؤكد أيضاً على أن الخطوات العملية مهمة للغاية نحن في هذا العالم بحاجة إلى أن نرى آثاراً عملية وعندما نتحدث عن الوعي نتحدث عن الحكمة نريد أن تكون هذه على أرض الواقع في عالمنا ككل وليس في دولة وطنية أو عشر دول أو عشرين أو ثلاثين إنما في دول العالم ككل حديثنا من هذه المنصة هو حديث موجه للعالم بأسر لأن يعلم أن هذه المنصة منصة مؤثرة ودولية ولها حضور مهم جداً ولهذا أنا أقول وأخاطب العالم بأسر بأن هذا التحالف الحضاري هو تحالف ضروري ليس خياراً نقبله أو لا نقبله هو مستقبل هو تحديد مسار وبإذن الله صناعة مصير هذا التحالف يحتاج بعضه إلى بعض نحن في هذا العالم لا يمكن أن يعيش أحد لوحده مطلقة لابد له من غيره وهذا الغير هو إنسان مثله هو إنسان مثله لابد أن يتفاعل معه لابد أن يتعاون معه لابد أن يتفاهم قبل ذلك معه ولهذا لابد من أن نصنع الوعي في عالمنا ككل أن نصنعه في أطفالنا لأنهم هم أجيال المستقبل ما أكثر ما تخطئ نظرية واحدة يتحدث شخص واحد من منطلق ديني أو من منطلق فلسفي أو حتى من مفهوم وطني يعتقد أنه صوار ولكنه يؤثر بالآخرين بنظرية خاطعة تماما ولهذا الفرق بين الصوار والخطأ هو النتائج النتيجة التي يسجرها التاريخ هي التي توضح لنا الفرق بين الخطأ والصوار لذا ل having I would like to repeat again that we need to reputable and practical steps on the ground we want all of the world and we want all over the world not just here in India not just it's not enough to have these values in a ten or twenty or twenty countries but we want it all over the world and I'm from this Mundff author and이를 know this is an influential and very international partis أود أن ادرس المواقع لأننا نريد فرصة وإضافة الناح الميتات من هذه النظام. هذه النظام. هذه النظام التي تتطبيع فيها. وبدو أن تكون هذه النظام بيننا. ما هي التشابة في الحرائل نصف الناد نيستعمل في نجال على ما أستطيع ان تكون. حدوث أن نجعلها الميتات لنا. ومرحباً، نجحن بنا مع المصر. نجح أن تفعل هذا هذا الوصف والنفكرة والمعنية والمعنى بهم و هذا تبدأ من جداً من حدن وقد نحن لديه ينهي لديه هناكي هي jaki تتحدث هناكي هي أنك أبدو تلك إنما لأكون بخصوص يكون يسمحون من تشيئات الاجتماعية ويبتح من تشيئات الاجتماعية وفي الأخير ما يقوم بإمكانها في حالة تهيئة أو لا هو المعارضة لذلك يجب أن نفعل نفسنا في تحيير أن نكون لدينا مفيدة ومفيدة المنزل لتحيير من الاجتماعين في ختام هذا الحديث سأشير إلى أن الثقافة الإسلامية هي ثقافة محبة للجميع هي ثقافة متسامحة هي ثقافة تحب الحوار هي ثقافة تتميز بالوعي ثقافة تحترم الدول الوطنية تحترم خيار الدول الوطنية هذه الثقافة تحترم احترام الدستير واحترام القوانين ما دمنا نعيش في إطار دول هذه الدستير وإطار دول هذه القوانين المسلم متعايش المسلم يحمل غاية السلام المسلم يحب للآخرين يحب الخير للآخرين المسلم ليس فقط يحب الخير بل ويفذل الخير للآخرين ولهذا الذي يمثل الإسلام هي قيم الإسلام قيم الإسلام لا يمثل الإسلام أخطاء قد يرتكبها البعض حول العالم حول العالم باسم الإسلام الإسلام واضح الإسلام كتاب مفتول يقرأه الجميع الإسلام كما قلت متسامح مع الجميع الإسلام لدي سماحة دينية الإسلام لدي انفتاح ديني الإسلام لدي تعايش مع الجميع نعم الإسلام لا يدعو فقط للتعايش بل يوجب ويوجب على المسلم أن يتعايش بسلام مع الجميع وأيضاً عندما يختلف مع الآخرين فإنه يتحاور معهم ويتفاهم معهم عندما يكون الإنسان بعيداً عن أخيه الإنسان يكون هناك خوف يكون هناك توجس وعندما يقترب من بعض تتلاشى كثير من هذه المخاف بل قد تتلاشى جميعاً لكن يعصل هناك خلاف طبيعي للهويات ولكن يجمع الجميع دستور واحد وقواني يطبطها الجميع هذا هو الوعي الذي نتحدث به عن الإسلام كديم والمسلمون حول العالم يتفاهمون ذلك المسلمون أكثر بمليار 800 مليون مسلم حول العالم يتفاهمون هذا لا يمثل الإسلام نظرية واحدة يتحدث عنها شخص أو مجموعات معينة الإسلام هو حاظم ومنفتح على الجميع ويحب السلام وصناعة السلام ويحب التعاون مع الجميع من أجل ويقام الدول الوطنية ومن أجل سلام الدول الوطنية ونحن نؤكد من رابطتنا رابطة العالم الإسلامي أنها منفتحة على الجميع وتقدر على وجه الخصوص ومن هذا المنبر الحكمة الهندية ونقدر أيضاً علاقاتنا مع جميع المكونات والهويات الهندية في أخوة لقاء اشتركوا في القناة 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 أنه Where is promoting them and we know that whatever we are doing here together is not influential only within this country but it's influential to all over the world because this message is an international message for the whole world and could be a source of inspiration for other countries to be more open to dialogue and more open towards tolerance Of course we are together for the sake of our national countries and for the sake of the whole world بعد كل الناس على هذا المكان هم فرصة واحدة 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 وفرصة واحدة التي تشاركت الكثير من المتحدث وسنطلق أيضا من خلال شراكتنا من خلال شراكتنا معا إلى العالم لنقول له بأننا يجب أن نعمل معا للا تكون أحاديثنا لتكون نظرياتنا لتكون آمالنا واقعة ملموسة تصلح في هذا العالم ككل من خلال التحالف الحضاري الذي يجب أن يكون أثرا ملموسا وليس مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات في عالمنا نعم لابد أن يكون أثرا ملموسا ننطلق من حكمتنا جميعا ننطلق من هذا التآلف ومن هذا المكون المتنوع أيضا حتى في جمورية الهند ننطلق للعالم أجمع لنظيمه بأننا يجب أن نعمل جميعا من أجل هذا العالم نعم نعمل جميعا عملا نعمل جميعا من أجل نعمل جميعا من أجل نعمل جميعا من أجل نعمل جميعا من أجل نعمل جميعا بمختلف تنوعنا قادرون على أن نجعل هذه المغادرات التي تتحدث عنها عالمنا تتكفى المنظمات حول العالم أن تكون على أرض الواقع من موسا نعمل جميعا من أجل شكرا